موسيقى ويا مراجعين مراجعين موسيقى هاك شباء غرفتنا طلعوا الازرق المدينة الزرقية في مراكو خلينيهم يجب عليهم سيصبح مرحل سوف هنرى ماذا يفعلون هنا هنا مدينة الزرقاء كيفت ناسم جيد بخير يبغى نخلق دينة الزرقاء استقبلنا الى السهلة ما هذا؟ إنه حدائي ما هذا البنطلون؟ إنه جبادور رح نلبس لبس شعبية شعبية جبادور هل تشعر اسم تمساح؟ جبادور ونفس اللباس لي كان يلبسه على الدين نشرفتونا تفضلوا شكرا انشرفتونا حمسونا كثير بس إحنا نصرحين متأخرين ولكن اليوم لسه طويل صباح خير نور هلا والله طيب إحنا طلعنا على مرتفع طلعنا مرتفع عشان نشوف الجوهرات الزرقاء اسمها الجوهر الزرقاء لماذا؟ إن الجوهرات تكون في المتصف داخل الجبال طراحة ما في كلمات توصف اللي قاعدين منشوفه إحنا كلنا متفاجئين طبعا أنا ومحمود؟ من غير أنا من غير أنا لستم متفاجئين هم لأنه عايش هون إلياس إني أرى الأندلس هنا أسه رح نروح وين؟ رح نروح ندخل من بين الأزنقة صح؟ الأزنقة دروبة نحن في رأس الماء والمقهر اللي رايحين علي اسمه مقهر اسمه تونسي الآن سوف نذهبوا للمقهر حيالي أنتوني سوف نأكلوا أكلكم الآن ونفطاره الشعور لا يوصف مثل أنت أكله وأنت جائع جائع الشعور عندما تكون السماء زرقاء والأحياء زرقاء شعور روحاني تحس بششة والأكل وكل شيء طمأنينة عن مزي الداخل تحس بنفسك داخل فيش جاهز تروح ديخل حيوانا كان هق هق حول مره نسكن عام في حياتي عادي أخنا يحتاج جمل أركب 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 بشامل شاي شف شوني أتى ها هذا الطبق اللي كل واحد في شف شاوني يفطروا صح بيت مرتدلة زيتون جبنة سوف نحاول على أكثر من المياه أريد أن يكون خبزة؟ أريد أن يكون خبزة؟ بسم الله الرحمن الرحيم أقدم خبز في العالم عمد لك هنا يقع أقدم فرن في العالم ولد في عام 1540 ميلادية كيف هو الخبز في أقدم فرن؟ إنه عتيق فنلقي له التحية التحية لك التحية لك أوليد خبزة بيوت حلوة بيوت حلوة طبعاً يا أخوان كيف بتم دهان هاي الشيطان كلها بالتبك وقال كل مدينة مرة واحدة في السنة عندهم موسم كل واحد بيجيب دهان داره باللون هذا هسا هون بيقول لك إيش تصورت ظنية فرنش موتانة ما هو أصلاً مغرب موسيقى 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 بيوت موسيقى هت عايش هون صح؟ نعم كل يوم تصحى الصبح زي هيك زي هيك اوكي يا اخوان، الياس اخذنا على بيته الثاني عندهم بيوت كثير هون في شفشاون هم اصلا من المدينة هاي هسه راح نعمل؟ راح نلبس اللبس تقليدي في المغرب فرح نلبس الجبادور هالسا ايوه موسيقى 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 انا الحاكم انا السلطان موسيقى احنا قاعدة نتجول في المدينة الزرقاء كل شوارعها زي هي كل شوارعها في الجنة يعني نقدر تغطيها كاملة ماشي ثلاث ساعات طلع طلع الصح شبابيك بيوت الناس هون كل ناس تفرج اذهبنا على الكوبة شبرنا الألوان هناك موسيقى هذه المدينة احلى اختاروا لونة واحد ما نوعوا الكثير بالألوان اختاروا рыون واحد واخلى اللونى اللون الذسما هو Linkedis لو في سبابهpieع لونة واحد موسيقى كنت انا من اكبار الانسان اللي المغربية او العربية الفصلة هذا تقريبا عام ونصف وتابع دو كيسي نايستات أوه عرب أقسمه بالله يعني أكرر الفيديو مرتين بعض مراتين واشتايم واشتايم مور واشتايم واشتايم محمود أنت تعلم سادس أجمل مدينة في العالم اوه معلومة جديدة وأنت ساكت يعني ما تحكي أنا لم أعرف معلومات ما عندي معلومات لدي معلومات تقنية قال أنا جديد هنا ما تفعلون؟ لماذا لا تأتي هنا؟ ما هو سر لون أزرق في شيف شاون هو أن في الماضي كان اليهود يقتنون هنا في شيف شاون وبالتالي كي يكونوا متميزين كبناية هذا منزل يهودي هذا الشيء الذي قال قال لكم بعدما راحوا اليهود وسوكوا المدينة أعجبوهم للأزرق وسبعوا كل مدينة بالأزرق حسنا الآن نحن نطلعين في فوق الآن سنطلع في فوق لأنه في شغلة يجب أن تعملها هنا عندما تشاهد شاون تطلع في فوق وتشاهد المنظر كامل من فوق تغيرت اللبس هذه اسمها الجلابة اوه القمة مروان صح؟ مروان كيف الحال؟ تمام الحمد لله تمنعين مدينة؟ من تطوان أنا واليوم راح نزور؟ والله إحنا فرحانين كثير بزي جولة عندنا الله حي وإن شاء الله راح نروح على تطوان حالا وحن نبات في تطوان وحن نطلقوا شيء كثير حلو في تطوان كم تبعوا تطوان من شيف شاون؟ 45 دقيقة 45 دقيقة 45 كيلومتر 45 دقيقة يا أخوان من أول مجينا للمغرب إلى الآن وكل من روح مدينة من نام عند حدا من نلاقي حدا يستضيفنا إلى تطوان الله يخليكم أهل المغرب بسعى الجميع جميعا حبيبي ويو ويو مرحبا في الجميع مرحبكم ما راح تنقطعوا في المغرب يا أخوان تعالوا المغرب وشوفوا الناس مرحبا مرحبا بكم مرحبا اشتركوا في القناة